لكن طبعا في مقدمتنا في البداية هنتكلم عن فريق الأول والتحضير للنهاية الأفريقي لأهل أمام الوداد كل الفترة دي كل السوشيال ميديا كل جماهير النادي الأهلي كل إعلام النادي الأهلي وكل محب النادي الأهلي مفيش عندنا غير الدعم والمسندة الدعم والمسندة للعب الفريق الأول بالنادي الأهلي وأيضا كل الدعم والمسندة لمستر كولر وكل الجهاز الفني لعبنا شوط أول أكثر من رائع في استاد القاهرة شوط كان رجولي شفنا فيه مؤذرة كبيرة جدا من كل جماهير النادي الأهلي اللي بنقول لهم ألف شكر على الدعم والمسندة خلال تسعين ديئة وما زال الدعم والمسندة خلال أيام القادمة أيضا بشكر لعبة النادي الأهلي على الأداء القتالي والأداء الرجولي في المباراة الأولى محدش أثر من اللعيبة شفنا روح عالية من كل لعب النادي الأهلي شفنا روح قتالية من أول ديئة لآخر ديئة علشان كده خلال كام يوم القادمين مهمين جدا لازم لغة الحوار وكل اللي يشوفه ردود الأفعال لعب النادي الأهلي سواء من جماهير النادي الأهلي أو إعلام النادي الأهلي أو على السوشيال ميديا إن النادي الأهلي إن شاء الله قادر إن يحصد البطولة الحداشر في تاريخه الحلوة قوي والإجابة قوي خلال الفترة اللي فاتت وبعد انتهاء المباراة أي حد تسأله في الشارع الأهلاوي تقوله إيه الأخبار شايف المباراة التانية إزاي النادي الأهلي ممكن يقدر يقولك إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر ولعب النادي الأهلي قادر إنها تحصد البطولة 11 كل ردود الأفعال الإيجابية دي جات من ما جاتش من فراغ جات من بداية الموسم وإحنا شايفين لعب النادي الأهلي بتحصد بطولة وربطولة شفنا الأبطال وهم بياخدوا بطولة السوبر في بداية الموسم أمام الزمالك وأداء أكثر من رائع وبطولة قتالية شفنا أيضا كاس مصر لعب النادي الأهلي نفس اللعيبة ونفس الجيل ونفس الجهاز الفني أيضا بياخدوا البطولة التانية كاس مصر أمام بيراميدز شفنا البطولة التالتة السوبر المصري أمام بيراميدز وإن شاء الله الدوري ما شاء الله إحنا مشيين فيه بخطة أكثر من رائعة ما يقرب من حوالي خمس مباريات من عشر مباريات نكسبهم تكون البطولة الرابعة إن شاء الله لنا السناد الدوري الممتاز ردود الفعل جات من الأداء الأكثر من رائع في كاس العالم الأندية والنادي كرة ولا أحلى ولا أروع في تاريخه منذ انطلاق بطولة كاس العالم الأندية وحصاده أو بنحصد المركز الرابع كل ردود الأفعال الإيجابية دي جات ما جاتش من فراغ جات من اللي احنا شفناه من بداية الموسم من ميستر كولر والتدوير اللي بيعمله وثقته في كل اللاعبين في كل المراكز حتى لو لعيب بعيد ومش موجود في التشكيلة الأساسية بصفة رسمية وبييجي من بعيد بيقدي أداء أكثر من رائع وآخرهم كمصطفى الشبير علشان كده لما تسأل أي حد في الشارع الأهلاوي تقول له الأهلي إن شاء الله قادر يقول لك بإذن الله لعيبة النادي الأهلي قادرة إنها تحصد بطولة الحضاشة علشان كده عجبني برضو إن احنا دايماً بنتعلم من السابق أو من الماضي البطولة السابقة اللي كانت في الوداد اللي احنا خسرناها ارجع كده بالكواليس للماضي هتلاقي في حاجات كتير جداً شغلتنا برى الملعب بداية من التنظيم في ملعب الوداد المباراة اللي كانت أو البطولة اللي كانت من مباراة واحدة كانت في ملعب الوداد خدت مننا ومن تفكيرنا كتير جداً شكاول الاتحاد الأفريقي وللكاس وللاتحاد الدولي وهنا وهنا كلامنا وحدثنا كتير عن التحكيم كلامنا وكتير عن المساندات من قبل أحد الأشخاص في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي المنتسبين لدورة المغرب عجبني جداً تركيزنا خلال الفترة دي إن احنا إزاي قفلين على نفسنا إزاي إن احنا مش قدامنا غير هدف واحد هو إزاي إن شاء الله نجيب البطولة من المغرب ترجمة نانسي قنقر